قصة جديدة وصفقة جديدة بالنسبة لي أنا برضو يعني فيها كلام كتير خد بالك القصة بقت أشبه بعقد العمل اللي في السعودية القصة بقتش قصة كهرة وقصة دوري لأنه الحقيقة معظم الأسماء اللي انتقرت للدوري السعودي بتتقاضى أن النهاردة معايا تقرير عن أغلى اللاعبين تقاضيا للأجور في الدوري السعودي وحنستعرض مع حضرتكم الأجور الإسبوعية لنجوم الصف الأول في الدوري السعودي مش أكلمك عن نجوم الصف الثاني وهي أرقام كبيرة جدا برضو لكن خلينا ناخد نجوم الصف الأول الأسماء التقيلة الأسماء اللي هي من كلاس بنزيمة رونالدو نيمار كوليبالي فيلمينيو لعبة تقيلة دي واحد طبعا اللعبة دي ما كانتش بتتقاضى أساسا يعني كريم بنزيمة مثلا لما كان بلوندور يعني كان أفضل لعب في العالم ما كانش بيأخد الفلوس دي في ريال مدريد عشان نبقى متفقين وكل اللعبة دي تقريبا ما كانتش بتاخد الفلوس دي في أوروبا السؤال هنا هل لو كان عرض عليهم في التوقيت ده نفس الأرقام اللي بياخدوها في تشالسي وفي ليفر بول وفي ريال مدريد وفي يوفينتس وفي بي أجي كانوا ممكن يفكروا يسيبوا الأندال في أوروبا وييجوا الدوري السعودي قطعا وبدون شك لا فهي القصة بقت حالة يعني حالة حالة إيه حالة طمع ما عرفش يعني سميها زي ما تسميها لكن في النهاية عامل المادة بقى حاسم جدا وناس كتير جدا بتضحي بفكرة الألقاب والبطولات واللعبة في الأندال كبيرة واللعبة في دوريات كلاس A وقررت أنها تيجي السعودية آخرهم من أمريك لابورت أمريك لابورت مدافع السيتي اللي بتهيأ لي أنه صفقة جفارديول يمكن كانت عامل مؤثر في قرار أمريك لابورت لكنه كان لعب أساسي مؤثر جدا مع السيتي في البطولات اللي حصل عليها السيتي سواء شامبيونس ليج أو بريمير ليج في الموسم الأخير وكان في رغبة من نادي النصر أنه هم يتعاقدوا مع لونجلي مدافع البارسة مدافع الدولة الفرنسية لكن لونجلي رفض قال لك لا أنا هكمل مع بشرون فبالتالي مسؤولين في النصر وعلى عهدة أسلاتك الموقع البريطاني قال أنه النصر استقر على ضم بديل لونجلي أنه هو أمريك لابورت وأنه إدارة المان سيتي وفقت بالفعل على العرض المقدم من النصر عشان يضم أمريك لابورت بداية من الموسم الجديدة وخصوصا أنه اللاعب مرحب بفكرة الانتقال الدولي السعودي مع التراجع من وجهة نظر عن فرصته في المشاركة كأساسي بعد تعاقد سيتي مع الكرواتي الدولي جفارديول اللي جي طبعا من نادي لايبزيج الألماني ودي واحدة من الصفقات الجديدة الطازة في الدولي السعودي طيب أخبار لعبتنا إحنا إيه؟ وأخبار المحترفين اللي بدأوا بالفعل مواسمهم مع عنديتهم في الخارج إيه؟ ده اللي هنعرفه مع حضراتكم في السادسة لكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر